اشتركوا في القناة المنعة والتفريق المشاكل والنفي ولكن القمر سعيد طبعا الساعة عشرة ودقيقتين من صباح اليوم السبت القمر بيصير في منزلة الزباني وهي الفساد والقطع والمشاكل وطبعا برضو القمر راح يكون سعيد القمر الآن موجود في برج الميزان يعني بمعنى هذا انه هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجينا لها بعض التوتر بنكون اجتماعيا اكثر ومن ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكن ايضا اقامة حفل ماه او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا زاويتين راح يبدأ تأثيرهم وحدة ايجابية وحدة سلبية جدا وخطيرة خلال الفترة القادمة ولازم تسمعوها لانها هاي يعني بتدل على الظروف الراهنة هاي اللي في المنطقة او الاحداث العالمية الموجودة فهي تدل على ذروة هاي الامور خلال الفترة الايام القادمة بالنسبة للزاوية الاولى اللي بدايتها اليوم هي زاوية ايجابية اقتران ما بين عطارد وبين المشتري وهاي طبعا ابتداء من اليوم تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة هي دروتها يوم واحد وعشرين عند حدوث هذا الاتصال عادة منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتماليات السفر والاتصالات البعيدة والاتصالات بانواع يعني مننشط بشكل كبير بالناحية ايجابية اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي انا حكيت عنها واللي اليوم رح تبدأ تأثيراتها ابتداء من اليوم تسعتاش ثلاثة ولغاية يوم خمسة وعشرين ثلاثة هاي زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين اورانوس حكينا عنها في حلقة انتقال المريخ طبعا هاي دروتها يوم اثنين وعشرين ثلاثة هاي زاوية طبعا تأثيرها علينا انه بيكون عندنا نوع من انواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الاطوار وعنيفين وبيسببنا شقاقات عاطفية او بين البعض والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة يعني بيصير فيها نوع من انواع البرود الجنسي اما بالنسبة لدوليا زي ما احكينا فهاي زاوية بتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق تفجيرات او وقوع طائرات حوادث الها علاقة بالسك الحديد زلازل العواصف تقلبات المناخ وبرضو على الناحية العسكرية ممكن يقع هناك تمرد او انقلاب عسكري او يتم عزل احد القادة او قتل احد القادة الكبار او بتشهد بعض المظاهرات في بعض الدول واضرابات في قطرة الصناعة والصحة وبسبب قمع للحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية وجنسية اما بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية طبعا هاي ذكرنا انه هي تأثيراتها من يوم 15-3 رح تستمر لليوم لول 19-3 طبعا هاي الزاوية زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين اورانوس ان ننشط فبين باشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في ذات الوقت وكما انه هاي زاوية بتعزز من قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 22-3 هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا والسعي نحوها وكمان بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا عندنا زاوية تثليث ايجابية رح تكون في ساعات الصباح وطبعا هاي زاوية تأثيراتها طول اليوم الزاوية الاولى زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ وذروتها الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع على الاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 58 دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم ذروتها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين اورانوس واللي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 21 ثلاثة ولكن ذروتها اليوم ساعة 11 و16 دقيقة ظهرا يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتدل على فترة غير مناسبة لطرح الانتاج الفني في الاسواق لانها ممكن تلاقي فشل او عقبات غير متوقعة وربما تتعرض بعضها للحضر او هجوم كما انها يستحسن تجنب اقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها او وقوع بعض الحوادث الغير متوقعة ويكره تنقل الفنانين وخصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبتفسد اخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعناه السلبي لذلك من الافضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لانه الامور اللي الها علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف في هاي الفترة انه من انواع التراجع المفاجئ في المداخل وبعض الفوضى بامور البورصة والاسهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي تقريبا تأثيراتها بتبلش من ساعات ما بعد الظهر وراح تستمر لبعد ما منتصف الليل هاي الزاوية طبعا هي الساعة 11.58 دقيقة مساء من مساء السبت بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم لأنه القمر مكتمل وبرضو في زاوية المريخ بلشت فهاي بتعمل سيولة بالدم كثير وبتهيج الأمور لها أمور الالتهابات فعشان هيك اللي بيعملوا عمليات جراحية خلال هذا اليوم أو خلال الأيام القادمة بدهم ينتبهوا من الالتهاب أو التهاب الجرح والعملية الأخذ بالوقاية زي ما بوصيهم الطبيب ولكن بالنسبة للعملية الجراحية الضرورية جدا ما في أي مشاكل غير مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن يعني في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبشر وتنظيف البشرة والأمور هاي ما في أي مشاكل يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا بما أنه حكينا عن الالتهاب بسبب زاوية المريخ وأورانوس فمنقول أنه زيادة الحرارة أو الآلام في مكان الجرح هذا ممكن أو مكان اللقاح فعشان هيك لازم أخذ بندول كل ست ساعات حتى لو ما شعرت بأعراض لازم تأخذها لمدة ثلاث أيام أو أربع أيام لحديث ما تتأكد تماما أنه الأعراض اختفت بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد عشرين ثلاث رح يبدأ في تمام الساعة 12 و 39 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 43 و 44 دقيقة بعد العصر ليستقر القمر في العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل أو انحسار المكتمل عمره 17 يوم في تمام الساعة 5 و 38 دقيقة مساء بصغير 18 يوم نسبة الإضاءة بتصغير 95% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة 25% القمر في الميزان حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد الآن بنسبة 70% مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 100% وبيكمل لأ آخر النهر عطارد في الحوت حتى يوم سبعة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربع منتحس بنسبة 90% المريخ في الدلو حتى يوم خمسة أربع منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثاور حتى يوم أربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن مقابلهم تماما وهذا الشيء بعزز الأمور اللي إلها علاقة بعمل الأعمال المشتركة أو تعزيز الشراكة المالية والعاطفية ما بينهم وبين أزواجهم أو ما بين شركاء المال وهذه فترة جيدة جدا لا توقيع عقد أو تمام خطبة أو زفاف وهذا يوم برضو إلو بعض التأثيرات السلبية لأن القمر مقابلك فطاقتك ضعيفة فبيكون في نوع من أنواع إما متاعب عائلية أو مهنية أهم إشي أنك ما ترتجل المواقف وتجنب الانتقادات في مكان العمل أو مع الزملاء وفي نفس اللحظة أي حد بحاول أنه يستفز ذك بدك تمسك عصابك برج الثور طبعا القمر في البيت السادس فعشان هيك الضغط كله على أمر العمل والصحة فعشان هيك احتمالية تراكم العمل أنه عندكم أنها تكون واردة اليوم ما تقدر تنجزوها بالكامل ورغم أنه عندكم نشاط عالي جدا ممكن اليوم تجدوا نوع من أنواع التعاون من بعض الزملاء ولكن ديروا بالكم من بعض المشاحنات السلبية فممكن اليوم برضو ممارسة نشاط بدني أو لياقة أو حركة أو رياضة بس للمحافظة على مزاجكم وطاقتكم برضو بدك تباكر لعملك وما تلتهي بأي شيء آخر اليوم عندك إنشغلات كثيرة وهذا الشيء ممكن يعني ما تقدر تنجح في إتمامه بالكامل فلازم أنك تنظم وقتك وما تقصر برج الجوزاء طبعا اليوم يعتبر من أجمل الأيام بالنسبة لموليد برج الجوزاء لأنه اليوم القمر في البيت الخامس بيت الحضوظ والعاطفة فاليوم تشتد رغدكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب جدا لممارسة نشاط فني أو أدبي وهي فترة استثنائية ورائعة وبيبتسم لك الحظ وبتكون فرحتك فيه كبيرة مما لخبر أو لإنجاز أو لإتمام شيء ممكن اليوم تهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني اليوم بيحمل انفراج وبيحمل خبر سار برضو برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بما أنه القمر في البيت الرابع وهو يشكل زاوية تربيع مع برجكم هو اللي بيشكل بعض المتاعب أو المصاعب بالنسبة للكم ولكن بما أنه القمر سعيد فبيخفف منه الضغوط فاليوم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أمام إشي إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصريف إضافية برج الأسد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والحركة اليوم بشكل كبير فوسعكم اليوم اجتياز امتحان وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتستوعبوا الظروف وبتتكيفوا معها بسهولة هذه فترة ممتازة جدا فيها تواصل بنامع الآخرين وبتتمتع بنشاط ذهني وهذا الشيء بيسمح لك بالمنافسة القوية أهم إشي إنك ما تضيع الفرص وفي نفس اللحظة اليوم يعني داعم لإلك على مستوى النشاط الفكري وممكن تقنع أي شخص بفكرتك أو بمعلوماتك أو حتى لو عندك مقابلة فاليوم ممتاز برج العذراء ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية على جائزة على تكريم بتتركز الأمور على أمور مالية أهم إشي إنك ما تقلق لأنه لازم إنه اليوم تكون مفرغ تفكيرك بشكل كامل ممكن يكون في بعض المصاريف الطبية أو الاستشفائية الطريقة وممكن تناقش بعض العقود والمعاملات الإدارية أهم إشي إنك تتأنى ودقق بالتفاصيل عشان ما تنخدع ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة برج الميزان طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة جدا وبتنجحوا اليوم بتدفع بمصالحكم وبرضو شعبيتكم اليوم متزايدة وفي تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم إشي إنك ما تهملها وكرر المحاولات يعني إذا وجدت صعوبة في بعض الأمور ممكن يبتسم لك الحظ في كثير من المسائل حتى على المستوى العاطفي بتهتم اليوم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره وممكن يصلك خبر كنت بتنتظره في الفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية بكرة فعشان هيك التعب رح يظل مسيطر عليكم في نوع من أنواع الملل بتحس بالإرهاق حابب إنك تختلي في نفسك حاول إنك تخلد للراحة وحاول فقط إنجاز ما بوسعك من عمل عاجل وروتيني ممكن يسود نوع من سوء التفاهم أهم شيء إنه اليوم رح تشعر إنه وطيرتك رح تخف وتشعر بالملل فيعني ممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغي عمر معين أو ترغب في الإبتعاد عن الأجواء الصاخبة لأنها هاي إجمالا هي فترة سلبية بس بدك تصبر هذا اليوم خليها بشكل روتيني تضبط أعصابك وانتبه لصحتك برج القوس طبعا اليوم رح تنشطوا اجتماعيا وتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاون الأصدقاء والمعارف معكم اليوم كله نشاط اجتماعي منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء حتى أهم شيء إنك تتجنب العناد وتكون أكثر انفتاحا على أراء ومواقف الآخرين لا تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعات ما بناسبك اليوم البقاء وحيد عشان هيك لازم تستغل الأمور الاجتماعية لأنها هي اللي فيها الفائدة بالنسبة لإلك وحاول تنجز كل إشي مهم وضروري قبل يوم الغد برج الجدي يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو يبيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم واليوم بينتبهلكوا المسؤولون وبيقدروا جهودكم ممكن اليوم يكون هذا يعني من الأيام المناسبة جدا بالنسبة لإلك فعشان هيك بدك تقدم أفضل ما عندك بخصوص عملك وحفاظك على سمعتك فما تتهرب من المسؤوليات الموكلة لإلك ومن أداء الواجبات لأنها ممكن تضرد مصلحتك بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة خلال هذا اليوم هذا بيت السمعة واليوم القمر سعيد وممكن تستغله لتعزيز سمعتك والدفاع عن حقوقك ومرضو لأمور إلها علاقة بالترفيعات والترقية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في أمور السفر الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب الامتحانات القضايا القضائية يعني بمعنى آخر فترة ممتازة جدا وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهمش أنك ما تستسلم بالكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هاي الفترة تعتبر من أفضل أيام الشهر وبترافقها وبترتفع فيها حضوظ عالية جدا وممكن بعضك يقوم برحلة أو يشارك في احتفال أو يناقش موضوع أو يحل مسائل كانت عالقة بالفترة الماضية برج الحوت طبعا بالنسبة لمهوليد برج الحوت القمر موجود في البيت الثامن اللي هو بيت الأموال المشتركة ومعنى أموال مشتركة يعني كل إشي له علاقة بالمال ولكن فيه شريك فيه الزوج يعتبر أموال مشتركة البنك الضريبة التأمين الأمور هاي كلها أموال مشتركة وممكن اليوم تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حتى لو كانت ديون والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقشوا مواضيع إلها علاقة بالتمويل أو قرد وممكن أنك تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة فعشان هيك بدك تعالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملافات الاستشفائية والمالية والديون هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر